حلقتنا بنبدأها بمجموعة من الأخبار الفنية بعد كده معنا فقرة تسجيلية عن فنانة محبوبة جدا ومشهورة بدور الحمى المصرية طبعا عرفتوها الفنانة ماري مونيب هنشوف الفقرة الفنية دي وبعدين هنتعرف على ضيفنا الكريم دكتور مصطفى دويدار هنتكلم معايا عن إزاي تشكل الوجدان المصري وإزاي بقى فيه كل هذه التنوعات في الفكر والمدارس الشعرية المختلفة عند المصريين هنطلع دلوقتي نشوف الأخبار الفنية ونرجع نكامل محمد حماقي يعلن عن طريقة طرح ألبومه الجديد روبي تستعد والفنان محمود العسيلي لإحياء حفل غنائي يوم 6 أغسطس المقبل في مدينة العالمين الجديدة بعد مرور أربع أشهر على انفصالها عن خطيبها نيلي كريم تعيش قصة حب جديدة وتكشف عن موعد زواجها محمد أنور يقول عايزة بقى زي كريم عبد العزيز وأتمنى أعمالي تعيش مع الجمهور ماريونيب كانت أشهر حامة في السينما المصريين والحقيقة إنها كانت دايما تظهر في الأفلام إنها الحامة اللي بتعمل مشاكل بين بنتها وجوزها أو ابنها ومراته لكن الظريف إنها كانت حامة ظريفة جدا وكانت دايما مجرد ما تلاقي الأمور تطورت تطور شديد بترجع وتخدهم في حضنها وتحاول توفق بينهم مرة تانية يريد كل الحاموات دلوقتي يكونوا زي ماريونيب أكيد أعمال كتيرة هنشوفها دلوقتي في التقرير وهنرجع نكمل معكم حلقة ماريونيب هو الاسم الفني لماري سليم حبيب نصر الله من موليد دمشق 11 فبراير 1905 ممثلة مصرية من أسرة سورية جاءت لمصر وعاشت في حي شبرة أصبحت يتيمة في عمر 12 عام عملت في ملاهي رود الفارج ثم مصرح فرقة فؤاد الجزيرلي وفرقة علي القسطار وفرقة أمين عطلة وبشارة وكيم ومحمد بايومي ثم انضمت لفرقة مصرح رمسيس وفرقة نجيب الرحاني وأيضا استمرت في فرقة نجيب الرحاني حتى وفاة نجيب الرحاني عام 1949 تحملت مسؤولية الفرقة مع باديع خاري وعادل خاري وقدمت معهم مصرحية إلا خمسة اللي بتعتبر من أشهر مصرحيات ماريونيب قمت بها بدور سيدة من أصل تركي مع عادل خاري ماريونيب قدمت على خشلة المصرح أكثر من 42 عرض مصرحي ومن أبرزها سلفني حماتك وإوعى تعكر دمك وإلا خمسة شرقت أيضا في بطولة ما يقرب من مأة فيلم منها النفخة الكذابة واسي عمر والحموات الفاتنية مرحب بيكم مرة تانية وخلونا نرحب بضيفنا الكريم دكتور مصطفى دويدار وعضو اتحاد الكتاب وعضو الجمعية التاريخية المصرية وعضو اتحاد المؤرخين العرب سعيد خير يا فنساعد خير يا فنساعد أهلا بك وأهلا باستاذ المشاهدين سعيد بأنه ما أكون موجود معكم اليوم على شاشة القناة التالية الوجدان المصري فيه تنوعات كثيرة جدا وفيه مدارس شعرية مختلفة مدارس أدبية مختلفة إيه اللي خلى يعني هذا التنوع إيه اللي أوجد هذا التنوع في الوجدان المصري هذا التنوع راجع أساسا إلى التراث الثقافي اللي اكتسبوا المصريين على مر تاريخهم سواء كان من أيام الفرعنة حتى مرورا بقى بالفترات الاحتلال اللي مرت على تاريخ مصر زي الاحتلال الروماني واليوناني وطبعا اليوناني قبل الروماني ثم بعد ذلك الفتح العربي ثم ما تلاهوا بقى من دخول الفاطنيين باحتفالاتهم وهازجهم وحياتهم اليومية اللي أثرت بشكل كبير جدا في حياة المجتمع المصري ربما كان أكثر تأثيرا المرحلة دي طبعا تأثيرا وده راجع لسبب أن دي طبيعة المصريين أنهم بيحبوا الجو الاحتفالي حتى في حياتهم الدينية بيحبوا الجو الاحتفالي جدا يعني أنت مثلا شهر رمضان شهر رمضان فمصر بيختلف عن كل الدول الإسلامية لماذا؟ لأن الشعب المصري بياخده بطريقة احتفالية جدا دايما بيحتفل بيحب يفرح بيحب إحنا شعب مهما كانت الأحداث نحب نفرح وده بينعكس حتى على حياته الاقتصادية لما بيكون فيه صعوبات أو فيه أزمات اقتصادية أو حتى سياسية أو فيه حروب يعني حتى النكسة يعني بتعدي علينا برد بتعدي بإيه؟ بنكت يعني دايما الشعب المصري دايما ابن نكتة زينا بيقولوا فمتعرفت جملة درجة إنه شعب ملوش كتالوج ملوش كتالوج جملة درجة مهما عدت علينا من مصر الجملة دي ما هيش بسيطة يعني مش زي ما بتتقال كده لا ده هو فعلا هو فعلا شعب له رؤى مختلفة جدا وما تقدريش تمسك عليه خط معين ماشي فيه ليه ده بقى ده نتاج ثقافة قديمة حتى بنقام الفراعنة دايما احتفالات الفراعنة الدينية كانت بيكون فيها هزيج واحتفالات واعياد وموازم واكلات معينة ومشروبات معينة وصباحة في النيل ومراكب في النيل ومتنزهات على شواطئ النيل وفي الكرة نفس الشيء الى جانب ده كان فيه كمان صعوبات ومعوقات في الحياة وحروب ويعني ونكسات في الحياة كل الامور دي برضو كان لها تلسير أو توجيه للوجدان بالزبط كده ولذلك حبوس تجدين التصوف اشتهر في مصر ليه لانه في الازمات بيظهر الدين عامل الدين وعامل الدين ده بيجدو الإنسان المصري في التصوف بالذات ليه لانه بيلجأ الى الحب الالهي وبيعيش الروحانيات الروحانيات دي ما بيلاقيهاش غير في التصوف ليه لانه في التصوف بيبقى بيخلص العبادة لله بيزهد في كل شيء طب ما هو عنده أزم اقتصادية طب لما هيزهد ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة عنده الى حد كبير جدا ما عندهش اي مشكلة ولذلك احنا خدنا من الروحانيات دي كمان موجودة عند المسيحيين يعني هم عندهم جانب روحاني برضو وده اللي خلى فيه بيننا وبين الاخوة المسيحيين ماشيين على نفس الخط ان احنا مهما كانت الصعوبات فاحنا بنتوجه لحالة من الروحانيات ما عندناش مشكلة مذهبية يعني ما عندناش اختلافات في المذاهب العقيدية يعني ما بتقدش الى حروب ما بين او فيه تنافر ما بين افراد الشعب لان ده مسيحي وده يهودي وده مسلم طبعا كان عندنا يهود وكانوا عايشين معنا زي المسيحيين بالزبط سبحان الله وكان النسيج واحد نسيج واحد وكان فيه محبة يمكن انت لو شفت حتى مسلسلات اللي اتعملت عاملين اللي كان فيها يهود اللي كان فيها يهود شوف ازاي كان فيه ترابط وده وحبه احنا شعب بنعرف نمتص يعني او وكأنه زي الاسفنجة احنا بناخد بنتقبل اي شيء بحبه وده اكيد طبعا بتستقيم كمان احنا الدين عندنا له اثر كبير جدا وبنحترم قدسية الدين وحرية الاديان سواء كان الدين ده مسيحي او اسلامي او يهودي او حتى الديانات المصرية الاديمة هتجد انه احترام للمعابد وللالالهة للمصرية القديمة حتى لما بنتكلم عنهم بنتكلم عنهم بكل افتخار ما بنا نفرش من اننا ده كانوا وثنيين وكذا المعابد الفرعونية والحاجات لا ما بناقولش الكلام ده احنا بنقول اجدادنا كانوا فرعنا واحنا بنستمد منهم قوتنا لان هم اصلنا هم جزورنا اللي عايشين عليها طبعا الكهنة كان لهم دور كبير جدا في اذكاء هذه الروح عند المصريين حتى اللغة اللي كانوا بتكلم بها سموها اللغة الهيروغليفية ليه بقى؟ لانها اللغة المقدسة لغة المعابد لغة المتون لغة الارامات اللغة اللي بيكتب بها التقوس الدينية عند الكهنة فبالتالي ده كله كان المكون الثقافي عند الإنسان المصري جاي من هنا وحتى هتلاقي انه بتستخدم الفاز الفاز فرعونية بنستخدمها في الحياة اليومية عندنا عادي جدا يعني مثلا انا اسفى على المقاطعة لكنه ادان المغرب هنرفعه ونرجع نكمل ماشي اشتركوا في القناة اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمد رسول الله اشهد أن محمد رسول الله اشهد أن لا إله إلا الله حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرة تانية برحب حضراتكم ومازلت في حديثي مع دكتور مصطفى دويدار عن إزاي يتشكل الويدان المصري وهذا التنوع يعني إحنا فعلا المصريين دول متنوعين في كل شيء يعني زي ما حضرتك بتقول إحنا بنتشرب ونتقبل كل الأمور ونرد بقى تاني يعني الحاجة كأنه فيه مردود إحنا بناخد الأحداث التاريخية أو الدينية أو يبقى فيه مردود عندنا متنوع من الفكر والأدب والشعر إيه تاني غير النحية الدينية كان له أثر في هذا التنوع والاختلاف شوفي إحنا الهوية المصرية قائمة أصلا على الزراعة يعني إحنا هوية المصريين إيه؟ الزراعة شعب ومزارع صحيح ودايما كانوا أيام الرومان يقول لك مصر مغزن الغلال للإمبراطورية الرومانية يعني هما لما احتلوا مصر كانت مصر هي اللي بتمدد الإمبراطورية الرومانية الكبيرة دي كلها بالغلال قمح والزراء والمزرعات المصرية ويمكن في القرآن واضح يابطوا مصر حتى سيدنا يوسف وسيدنا يوسف لما عمل الأهراض والخزائن ديته عمل مقياس للنيل على أساسي إيص درجة ارتفاع الميا وانخفضها وكمان السبع الغافي والسبع الثمان السبع سنوات الرخاء والسبع سنوات السبع سنوات اللي هما وصف الاقتصاد ازاي استخدم سيدنا يوسف السبع السمان السبع سنوات اللي هما فيهم رخاء علشان يكفي فيه السنوات اللي فيها السنوات العجاف اللي فيها جدب. طب عارف من ايه جدب؟ من مقياس النيل مقياس النيل بيعرف من خلاله درجة الفيضان هتكون عالية ولا منخفضها. بالتالي هو عمل مقياس للنيل يوسف سيدنا يوسف الصديق عمل مقياس للنيل ويمكن من اوائل المقياس اللي اتعملت في مصر. طبعا مصر اتعمل في مقياس للنيل كتير جدا طبعا اشهرهم في العاصر العباسي يعني هو المقياس اللي موجود حاليا واللي طوروه بعد كده الدولة العثمانية المبنى اللي احنا شايفينه ده للمقياس ده مبنى عثماني باقت بنا في عصر المبنى المقياس النيل اللي في الروضة. اللي في الروضة المبنى ده اصلا التراث اللي هو فيه ده تراث عثماني من ايام الاتراق فن عثماني الكتابة العثمانية والاخيرة. كل هذه الامور بيتدل على ان هذا الشعب شعب مزارع احنا فلاحين ببساطة ببساطة جدا احنا ناس فلاحين طول عمرنا فلاحين طول عمرنا بنزرع بنزرع الارض بعد الثورة بقى والقضاء على الاقطاع واعوانه والحسل في 23 يوليو. القضاء على السيد الاقطاعي عمل فجوة. عمل نوع من التخيال الفلاح بدأ ياخد الارض. لكن تمرد. تمرد على الارض. زي ما تمرد الثورة على الملك واعوانه. حصل تمرد على الزراع. وبالتالي بعد كده حصل نوع من الهجرات. ورجع الناس باموال وبدأوا يبنوا على الارض الزراعية فأصبح الهوية المصرية بتفطط قيمة. بتتشكل بشكل جديد. بتاخد شكل تاني فولس. لكن احنا تخلينا عن الهوية الزراعية بتاعتنا. احنا شعب منتج في الزراعة. تخلينا عن هذه الهوية. يمكن بعض الناس. لكنه بكل الاشكال هو اثر كان له التأثير. الجو الزراعي ده والزراعية. طبعا طبعا. 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 ولذلك احنا عندنا في مصر الفرعنا عملوا تاريخ للزراع. عملوا تقويم للزراع. تقويم. يعني زي ما فيه التقويم الميلادي في التقويم الهجري. فيه التقويم الفرعوني. اللي بعد كده بقى التقويم القبطي اللي بعد كده بقى التقويم القبط اللي هي السنة القبطية اللي هي فيها أمشير وبشنس وطوبة والأشهر اللي احنا لغاية النهار اللي احنا حفظينها كمصريين كلنا حفظينها ممكن اقولك احنا في شهر بشكل تراثي كده احنا ممكن معرفش احنا في شهر احنا في بقونا ولا في بشنس ولا في ايه بالزبط لكن احنا حفظين الأشهر حفظينها المصر الأديم عمل السنة الزراعية دي عبارة عن 12 شهر كل شهر 30 يوم وفي النهاية فيه خمسة أيام في السنة البسيطة السنة الكابيسة خلاهم ست أيام دي بيسمها أيام النسيق أيام النسيق دي اللي بتقوم عليها السنة دي هي اللي بتقوم عليها فصول السنة الزراعية وبالتالي بيقدر يشكل المحاصيل بتاعة وقت العزال صحيح فده بالزن يعني الحياة الزراعية أو البيئة الزراعية أثرت في تشكيل وتنوع الوجدان وتوجيه الوجدان والتنوع الثقافي للشخصية المصرية لكن هل أكيد الأحداث التاريخية للشعب المصري كانت كثيرة ومتنوعة أنا أقول لك أنا هسألك سؤال بس بسيط هل معاهدة السلام اللي عملها أنور السادت رحمها الله يعني مع إسرائيل كانت وليدة صدفة؟ أكيد كان لها يعني ولا هي نتاج ثقافات أدينا؟ أكيد لو بصينا في التاريخ هنلاقي أول معاهدة السلام حصلت كانت ما بين المصريين والحيثيين أيام طحوت مصر وبعدين رمسيس عملت بعد موقعات مجدو بعد موقعات مجدو الحربية بعدها حصل وبعد قادش كمان حصل معادة سلام لما نجي نشوف صلاح الدين بعد ما انتصر على الصلابيين وحرر القدس عمل راح عالج ريتشارد كلب الأسد اللي كان مريض وعمل معاه معاهة سلح الرملة عمل صلح الرملة صلح الرملة ده المقتداء أنه الصلابيين يرجعوا ونفضل بدون حرب لمدة عشر سنوات كل بقى الأحداث دي وكل الحيال الزراعية والتوجهات الدينية أو يعني الشعب متدين بطبعه زي ما دايما نقول والانسجام مع كل الأديان بشكل يعني ودي ومريح كل الأمور دي بقى كان لها تأثير على الحياة الأدبية والشعرية إزاي طبعا احنا شعب زي ما قلتلك في بداية احنا شعب عاطفي محب فهو محب للطبيعة الطبيعة فرضت عليه أشياء معينة احنا كشعب مصري يعني تلاقي عندنا الوداع الهدوء ده اكتسبها منين من الطبيعة علي بن ردوان كان رئيس الأطباء في العصر الفاطني عمل كتاب عن الحياة المصرية اتكلم فيها عن طبيعة الإنسان المصري ازاي هو عايش على النيل وازاي هو مستوعب هذه الحياة وازاي هو ما بيحاولش يجازف هو عايش حياته مع الارض اللي بتديله زرع وعايش على كده وحب هذه الطبيعة وتعايش معها وبالتالي امتج شعره وادبه من خلال هذا الجو المحيط بيه الاتموسفير العام احنا النيل كمان كان له تأثير ومزال ومزال في كل الاصور في كل الكتابات والاشعار والاغاني والفن الفنون كلها احنا في العصر الفاطمي كان فيه شعراء للنيل في العصر الايوب كان فيه شعراء للنيل في العصر المملوكي كان فيه شعراء كتير جدا للنيل برضو احنا بيقى لحد ما وصلنا لحافظ ابراهيم شعر النيل وتشوفي بقى في الغناء تشوفي محبا عبا جايانيل ويا ساحر الوجود اجمل يعني الكتاب وتأثيرهم بالنيل خلاهم تقلقهم بتاخد قصيدة حافظ ابراهيم امن العدل لانهم يريدون الماء اصفوا وان يكدر وردي يا الله اهم يعني احاجة يعني احنا النيل ده ممكن نحميه بدمنا يعني نعيش نموت هو النيل ده شريان الحياة بالنسبة لنا علشان كده هيرودوت قال مصر هيبت النيل علشان كده لكن بعد كده جم العلماء المصريين ومنهم ناس كتير قالوا لأ ده مصر هبت المصريين لانه سواعد المصريين هي لا استغلت النيل طب ما احنا عندنا انهار في بلاد اخرى ما استغلتش بهذا الشكل يعني المصريين اللي خلوا النيل بالعظمة دي حصل تناغم ما بين المصريين والنيل وحصل التناغم ده على مر العصور علشان كده عملوا له اله خلوا النيل الاله حابي اله النيل ده الفرعنة قالوا كده لين هو بيدي الحياة ده قوة جبارة موجودة في مصر بتدي حياة للأرض المصرية بتغير الدنيا كلها لكن يعني تقصد حضرتك المصري هو اللي أثر مش يعني ما قصدش أثر على النيل لكن المصري هو اللي قدر ياخد من النيل ويعني ويعمل كل الفنون الجميلة والعظمة اللي احنا بنحسها حتى في الأغنيات لحضرتك صحيح المصري قدر يعمل ده قد يكون شعوب تاني عندهم انهار عظيمة ما اركوش يعمل ده في الناس كتير تسمت على اسم النيل سواء في مصر أو في السودان فحتى تلاقي حمد النيل وتلاقي مثلا جعفر ايه جعفر دي اسم من أسماء اسم النهر النهر وجعفر دي أصلها ايه أصل كلمة حعبر حابي حعبر حعبر العبور يعني لا هو إله النيل حابي هو حعبر فبيت الماء يعني فبالتالي منها جات كلمة لفظ هيروغليفي لفظ هيروغليفي احنا في حياتنا اليومية بنستخدم كتير يعني انت مثلا لما يكون عندك طفل صغير تقول له تاتا تاتا تقول له مام دي كلها كلمات هيروغليفية صحيح نحنا مكون يعني بنعلم العيال ما بتلاقيهاش في اللغة العربية ما فيش أي دولة تانية بيتكلموا الكلام ده ما بتروحش مثلا للسعودية أو العراق أو غيره وتقول له تاتا تاتا احنا برضو حضارة عريقة احنا لازم يكون عندنا كل شيء مختلف احنا مختلفين نحن نختلف صحيح ما بتتقلش كده من فراغي احنا اكيد ده عندنا صراء هو ده التناغم حضاري وصراء تاريخي وصراء ديني وعندنا بيئة تخلق فعلا بالزبط اهم كتاب التعمل وحصل حوالي نقاشات كتيرة هو كان كتاب طاحسين اللي هو مستقبل الثقافة المصرية هو مستقبل الثقافة في مصر الكتاب ده عمل حتى هو نفسه انتقد الكتابات اللي فيه يعني هو نفسه لما قال انا تناولت كتاب المنفلوطي اللي هو مستقبل في المنفلوطي وتناولته بالنقد لكن كنت لازع في النقد بتاع لهذا الكتاب ليه يا عمي؟ قالك لاني اهتميت جدا بان اتكلم عن اللغة والحروف والتشكيل وكذا وكذا وسبت الموضوع الاساسي يعني هو طاحسين نفسه بينتقد نفسه في كتابته يعني في كتاب مستقبل الثقافة المصرية طاحسين شايف انه انه احنا استردنا ثقافتنا او العقل المصري مرتبط بالعقل الاوروبي عقل البحر المتوسط انه ليه؟ لانه قالك ان هما العقلين واحد يعني هما مش اعلى مننا في الثقافة ومش اعلى مننا في الفكر ومش اعلى مننا في الذكاء احنا كلينا واحد هو العقل البشري عقل واحد بس هما اهتموا شوية بالثقافة بتاعتهم اخذوا الثقافة العربية طبعوها وطلعوا منها يعني عارفين انه كان في معابر كتير للثقافة العربية لأوروبا فمنها الاندلس ومنها الحروب الصلبية ومنها الوسائل التجارية وكل هذه الاشياء اثرت في الثقافة الاوروبية لكن هما الاوروبيين موقفوش عند الثقافة العربية تطوروا هذه الثقافة وحصلت في ثورات زي الثورة الاقتصادية لما اخترعوا القاطرة البخارية وبعد كده حدث تطور هائل في الصناعة احنا وقفنا عند الوسور الوسطى وقفنا عند الوسور الوسطى بتفكرنا ليه؟ لانه كان عندنا علماء الدين بيفكروا بهذه الطريقة انه انا واقف عند النقطة دي مش هتغير لكن كل واصر له يعني دلوقتي الفكر الحديث في الازهر الشريف اتطور بشكل جبير جدا يمكن في الفترة الاخيرة بعد احداث يناير وما بعدها وبدأ فيه نوع من الخروج على المألوف واصبح هناك تطور للفكر الديني المصري بعد ما كان هناك جمود في الفكر الديني ووقف عند حد معين وانتج خلايا انا مش عايز اتكلم في التفاصيل الجمود ده انتج خلايا لكن تطوير الفكر الديني او يعني مش تطوير تجديد التفسيرات والفكر الديني اه الحوار الديني بشكل عام اه ده خلى الامور بقت افضل يمكن بدأ فيه استعاب جديد للفكر الديني وبدأ فيه استعاب جديد للمزاهر الدينية وبدأ هناك الفتوى خادت شكل جديد وستعاب للشباب عشان يفهموا يعني ايه دين بلا تطرف بلا تطرف وتشدد لأنه فيها فترة معينة في التاريخ المصري يمكن في التاريخ المعاصر اللي احنا شفناها دي اثرت بشكل سلبي على مصار الحياة الدينية في مصر لأنه كل اتجاه بكل اتجاه عكسي يعني التشدد والتطرف اليميني اوي هيقابلوا تشدد وتطرف يساري اوي اكيد فحبص لا ايه هنا وده اثر على الادب والكتابات اثر على كل حاجة على الحياة اليومية حتى اثر حتى على الحياة اليومية واصبح فيه انفلات في المجتمع بسبب انه بقى فيه تعصب ديني وفيه تعصب انفلاتي يعني بقى فيه الطريقين وده بيقدي الى خلل داخل المجتمع فكان لازم بسرعة ان احنا نعالج هذه المشاكل ونقف وقفة معينة امام الفكر الثقافي والفكر الديني عند المجتمع المصري دكتور مصطفى شايف ازاي يعني بمناسبة الشباب وبنتكلم مع الشباب شايف ازاي شباب الايام دي تقبلهم ليه الادب والشعر والثقافة والكتاب والقراءة وكل الامور دي تقبلهم وتعاملهم معها الحقيقة انه فترة التمانينات والتسعينات غير دلوقتي خالص مختلفة حصل التغير في الوجدان المصري احنا لما كنا نتكلم عن متاع حسين نتكلم عن فكر معين في السبعينات واستمر الحاد التسعينات لكن بعد الالفينات حصل تطور غريب يمكن ما يسمى بالربيع العربي وما احدثه من فجوة تاريخية ده اثر على الوجدان المصري لكن قبل كده كان فيه ايه كان فيه عامل اخرى قدت الى ترك الكتاب وهجرة الكتابة تكنولوجيا والنت والموقعات احنا مرنا بمراحل علم الفيديو ثم انتقلنا من علم الفيديو الى علم الفضائيات ثم انتقلنا من علم الفضائيات الى علم الانترنت والمواقع التواصل الاجتماعي لكن هناك اشكاليات كتير بتنتج عن ذلك لانه الكتاب هو سيد الموقف انه في فترة الاول الاعلام المرئي والحاجات شدت القارق اه خدت القارق بدل ما يمسك كتاب بقعد يسمع في الفضائيات ويشوف الاحداث ويشوف اللي بيجرأ ايه ويشوف المواقع بتعمل ايه وهكذا فبالتالي ابتعد عن القراءة ايه يمكن كمان عملية التشويق للقراءة كمان ما كانش موجودة بالشكل اللي يجعل ان الانسان يترك كل هذه الملاهي ويرجع للكتاب لكن اصبح الكتاب مقتصر على المثقفين اللي هما النخب يعني مثلا الباحثين الدارسين يعني الكتاب دلوقتي انا مثلا بعمل ماجستير ثم دكترات وهكذا وثم ابحث علمية فبضطر الجأ الى الكتاب لكن ده ما يمنعشي انه برضو الباحثين بيرجعوا لي مواقع الانترنت لانه اصبح دلوقتي الكتاب متوفر على الانترنت على الانترنت فالكتاب الورقي ما اصبح يعني مهجور يعني كتب دي ودوين الشعرية دي لما تيجي تسألين انا كباحث اقولك انا بحب ريحة الورق او كل اللي بيحبوا القراءة يقولك كده انا بحب ريحة الورق احب امسك كده صوت الصفحة وانا بقليبها ده اه وتصفح الكتاب وعلم بالألم واكتب بالمعلومة وهكذا يعني لكن اصبح الناس بتاخد كوبي بيست اه ما فيش متعة خالص معاتش في المتعة يعني الكتب دي والدوين الشعرية دي حضرتك دي لحضرتك بعض الدوين الشعرية اه يمكن انا فاتني ان انا اقرأ بعضها هنا اه الداب بتحس الشباب بيتعاملوا مع بيمقبلين على قراءة هذا الشعر انا لا اعطى ده شعر فيه يعني انا لا اعطى رومانسية الشباب بيحتاجوها الايام انا لا اعطى ان هما بيقرأوه على الانترنت نا كما بيروحش يشتري دي والدوين الشعر رحش يشتري مع ان في رومانسية هو الظاهر ما بقاش فيه اصلا رومانسية الشباب اما فقدوا هذه الحالة الله اعلم وده برضو تغيير في الوجدين يعني برضو فيه تغيير تغيير في المكون الثقافي عند المجتمع المصري طب انا وداني ثلاث دقايق تقولي حضرتك ايه اهم يعني مظاهر تغير في هذا المكون الثقافي يعني ازا ما قلنا انه هو اصبح الاهتمام بالمواقع الانترنت اصبح بشكل كبير جدا وابتعدوا تماما عن الكتاب الورقي واصبح كل هدفهم في الحقيقة انه هو يقضي وقته على اللابتوب او الموبايل او التاب بتاعه شغال هو بيقرأ المعلومة لكن هذه مشكلة فيه المشكلة الكبيرة ان المعلومة دي ممكن تكون معلومة ضرعة لانها غير مكتملة نبراه اتنين ان قد تكون هذه المعلومة متسوسة يعني ما هيش حقيقية ومن هنا بتستخدم المواقع التواصل الاجتماعي بتستخدم لاثارة الفتنة والشائعات وتشويه الافكار طبعا اكيد لان كل ده بيؤدي الى انه انا قدامي عقلية قدامي دلوقتي صفحة فاضية عايزم لها صفحة بيضة بقى وصفحة بيضة بقى وصفحة بيضة بقى وصفحة بقى زي ما انت عايز كما تشاء فبيجي ناس معينين موجودين على قد يكون عدو قد يكون من ودي الحرب الموجود ما بقيتش حرب اسلحة ولا حرب حرب فكرية حرب فكرية انه ازاي انا اسيطر على العقل اللي قدامي وممكن واحد من ملة تانية خالص يدخل يعني ما قصدش ملة دينية دين يعني اقصد من دولة اخرى بيتكلم بيوجيد الكلام باللغة العربية وهم اصلا مش عربي ويبدأ يتفاهم مع الشباب الصفحة البيضة اه ويبدأ بقى يدي لهم مع الاعتماد على حالات موجودة في المجتمع يعني مثلا ايه في غلاء في الشباب مش عارفين يستغل بقى فيدخل من هنا للشاب ويبدأ يحاول يكون فكره بطريقة تتماشى معه اهدافه دور حضرتكو بقى ككتاب وشعراء ومثقفين انه يعني تحفظوا على المكون الثقافي وانه الشباب دول منسبهمش لبعض المغرضين يشكلوا افكارهم وتفكرهم هو الموضوع بقى صعب مش مزيق حضرتك بتصورها الموضوع بقى صعب جدا بتسيطري على الفكر لانه هو خلاص انت لو انت في بيتك لو قعدت مع اولادك هتلاقي صعوبة ان تتكلم معهم وتفتح معهم بحوار لانه مشغول عنك طول الوقت هو مسك الجهاز بتاعه وقعد وحوالك حاجة هو ممكن يكون بيتكلم معايا تكنولوجيا افقدتنا السيطرة عليه هو ممكن يكون بيتكلم معايا على الانترنت لكن لو قابلني في الشراء مش هيكلم لو هو قعد معايا في مكان معايا منها الاجهزة دي قفلت باب بيننا وبينهم كده باب الحوار مغلق باب الحوار مغلق لكن احنا نحاول قبل اخيرا نحاول بقى ان احنا نجد طرق اخرى فيها تشويق ان انا قاعد معايا دي له مثلا فكرة معينة طبعا احنا هنخرج النهاردة هنروح نتفتح مثلا بس انا عايزك تتفاهم معايا شوية نقعد نتناقش في الموضوع قبل ما نخرج علشان لما نخرج نبقى نروح المكان الفلاني اللي حيسعدنا في فهم النقطة دي محتاج امشيله يعني ادخله بطريقته الاول وبعدين اجيبه بطريقته بيبقى فيه رايح جاي بينه وبينه فيه هاتو خد فيه دويتو لشغال ما بين الاتنين لكن علشان تطبق ده فيه صعوبة جدا هتجد صعوبة يعني خاصة انه لو انت عايش مع ابنك فترة طويلة هتجد يعني ما هي موجودة ازاي خليهم يرجعوا يفتحوا الكتاب والله ازا برضو لازم يرقى فيه عوامل جذب وتسويق انا هفتح الكتاب ليه انا اي الهدف من ايه نفتح الكتاب لو حببته فيه منه صغير وحسسته برهة الورب زي ما احنا بيقول انا انا عايز اديله الهدف من فتح الكتاب انا عايز اديله الهدف من فتح الكتاب ايه الهدف او الثمر اللي حجنيها من وراء ان افتح كتاب انا عايز اشكل وجدانك انا عايز اشكل افكارك انا عايزك تاخد معلومة صحيحة لو قدرت اوصله المعلومة دي ان انا عايزك تاخد معلومة صحيحة والمعلومة الصحيحة مش هتيجي غير من الكتاب الورقي يبقى في الحالة دي هنقدر نوصل لفكر هذا الحقيقة يعني كانت الحلقة جميلة مع حضرتك لكني دايما هل معايا دقيقة كده في حاجة مهمة عاوزة أقولها معايا دقيقة الشباب في الكنترول معايا ديتين كده ممكن معايا الشعب المصري فيه تنوع يعني ممكن الفرض الواحد يبقى عنده التنوع بين حاجات ممكن ملهاش دعوة بعضها مثلا في الشعر ممكن حد يعني يكتب شعر صوفي وفي العشق الإلهي وتلاقيه في ديوان تاني بيكتب شعر في الغزل والعشق يعني إيه اللي مخلي هذا المكونات المختلفة داخل الإنسان المصري تحديداً المصري عندك أولاً أولاً هي مجموعة الثقافات اتسابها الشعر فبالتالي هو بيعبر عن مشاعره لأنه إنسان في النهاية عنده مشاعر عنده أحسيس عنده رؤى فبيعيش الجو والتجربة الشعرية التجربة الشعرية بتاخده إلى العالم اللي هو يعني بيسحره نقدر نقول عالم يعني خيالي هو طبعاً عالم خيالي هو في الأساس عالم خيالي لكنه قائم على التجربة يعني هو وليد تجربة تجربة شخصية تجربة شخصية أو تجربة إنسانية تجربة إنسانية بيعيش بهذه التجربة قد لا تكون تجربته هو الشخصية لكن ممكن يكون عاشها مع حد تاني أنت حابة أكمل يعني كلام في كل إنسان المصري الحقيقة إن شاء الله يكون فيه أكتر من يعني مكونه الثقافي وقد إيه السراء اللي عندنا في بلدنا وفي حضرتنا وفي دينا وفي حاجات كتيرة يعني قد إيه ممكن حلقات كتيرة ما تكفيش أنا بشكر حضرتك إن شاء الله يكون لنا أكتر من اللقاء ونتكلم فيه عفو أحلام بحضرتك إن شاء الله بشكر حضرتك دكتور مصطفى دودار عضو اتحاد الكتاب وعضو الجمعية التاريخية المصرية وعضو اتحاد المؤرخين العرب شكرا بشكر حضرتكم ومؤلطاكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة وحلقة جديدة بليشة والأم سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر